محمداً لو كان يدعي النبوة كذباً وهو كاذب حاشاه أن يكون كذلك ثم بدأ هذا الدين ينتشر وبدأت الغنائم تأتي للمسلمين كان على الأقل أن تتغير حياته أن يتغير ملبسه أن تتغير هيئته أن يتغير بيته ذلك الذي كان يعيش فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام الدليل على صدقه وعلى أمانته في دعوته أنه ما تغير رغم أن أصحابه قد تغيروا وهو صلوات الله وسلامه عليه ما تغير قيد أنملة ملبسه قبل النبوة هو ملبسه بعد النبوة هو ملبسه بعد أن بدأت دعوته تنضج وبعد أن ذهب إلى المدينة ولو أحب صلوات الله وسلامه عليه أن يبنى له قصر كقصر قيصر وهرق وكصر لفعلوا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عاش عيشة بسيطة لدرجة أن الغريب الذي لا يعرف محمدا كان إذا جاء إلى المدينة ودخل المسجد النبوي الشريف يبدأ في السؤال أين فيكم محمد فكان صلوات الله وسلامه عليه لا يتميز على أصحابه بشارة ولا بكرسي ولا بمجلس بل كان يجلس كما حيث يستقر به الجلوس صلوات الله وسلامه عليه ما تغير ملبسه ما تغير مأكله بل الأشد من ذلك آيات وثقها القرآن الكريم أن نساء النبي كما جاء في الصحاح جلسنا حول رسول الله وطالبناه بزيادة النفقة وقلنا له يا رسول الله لقد تحملنا كثيرا وإن نساء كسر وقيصر في الحلي والحلل ونحن على ما ترى من الفاقة والضيق جلسنا حوله تسع من النسوة حتى آلمنا قلبه صلوات الله وسلامه عليه وإذا بآيات القرآن تتنزل علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي فتعالي أمتع كن وأسرح كن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما إذن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن الثراء يبحث عن الجاه يبحث عن السلطان كان عليه أن يتغير ملبسه وحياته وأن يظهر ذلك على نساءه ولا يجلس أمامهن هذه الجلسة كاد أن يفقد بيوته صلوات الله وسلامه عليه بسبب الفقر الذي كن يحيين فيه